تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة تواصل وزارة الإسكان عملية السحب الألكتروني على الوحدات السكنية بالجزيرتين رقم 13 و14 في مشروع المدينة الشمالية حتى نهاية الشهر المقبل وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت مع تقدم نسب الإنجاز في المدينة الشمالية التي تشهد تسارعا مستمرا من حيث الأعمال الإنشائية والبنية التحتية الخاصة بالوحدات التي تنفذها وزارة الإسكان من الميزانية الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية المنفذة من قبل القطاع الخاص منوهة إلى الدور الكبير الذي تليه الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لسرعة إنهاء تلك المشاريع في أقصر مدة ممكنة بهدف بدء تسكين المواطنين المستحقين للوحدات بالمدينة الجديدة وقالت الوزارة إن مشروع المدينة الشمالية يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الذي التزمت به وزارة الإسكان ببناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018 مؤكدة أن مدن البحرين الجديدة أسهمت من خلال التوزيعات الحالية وتوزيعات العام الماضي في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر